الآن مشاهدين نتابع أهم أنباء المال والأعمال والتفاصيل مع مرنة إيهاب بتفضلي مرنة شكرا لكم إنهم وإيمان والآن جولة اقتصادية جديدة محليا وهلميا نقش مركز المعلومات بمجلس الوزراء سبل تعزيز موارد النقد الأجنبي لسياغة سيناريوهات لتعامل الاقتصاد المصري مع الأوضاع العالمية خلال عام 2023-2024 كما نقش المركز ضرورة إطلاق استراتيجية لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال الفترة المقبلة وتم تقديم مقترحات بتخصيص وعاء استثماري دولاري يستهدف تعظيم عوائد أموال المصريين بالخارج بأسعار فائدة جاذبة مع ضمان حرية تحويل الأموال كما تناول اللقاء إنشاء منصة إلكترونية تسهل قيام السائحين بتحويل العملة ومكينات صرف أليف الفنادق للحد من تسرب النقد الأجنبية للسوق السوداء وزيادة حوافز جبل النقد الأجنبية في مجال تملك العقارات على غرار العديد من التجارب العالمية الناجحة وأيضا تسهيل منح الإقامة المرتبطة بانتلاك العقارات التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة مع سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في القاهرة مريم خليفة الكعبي وذلك لبحث فرص الاستثمار بمصر وأيضا سبل تعزيز تعاون الاقتصادية المشترك بين البلدين وخلال اللقاء استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر وأبرز القطعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية واتفق الجانبان على تبادل الخبرات في إدارة المناطق الحرة ودوائر التنمية الاقتصادية وأيضا تنظيم ملتقى مصري إماراتية بشكل دوري لبحث فرص الاستثمار بين البلدين في أسواق البترول العالمية انخفضت أسعار النفط في ظل ارتفاع مغزونات النفط الخامة التجارية الأمريكية برابع أكبر وطيرة قياسية أسبوعية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ شهر يونيو 2021 وترجعت العقود الأجلة لخامي برينتا بنسبة تصل إلى 3.9 من 10 لتصل إلى 82.70 دولارا للبرميل هذا وانخفضت العقود الأجلة لخامي غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.2 من 10 بالمئة لتصل إلى 75.96 دولارا للبرميل وصعدت أسعار المزوط عالميا بنسبة 1.45 من 100 بالمئة لتصل إلى 2.64 دولارا للترة وفي المقابل انخفضت أسعار الغازي الطبعية بنسبة 3.3 من 10 بالمئة لتسجل 2.10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية رفع مورغنستان لتقديراته لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بنحو 36 بالمئة استنادا إلى الزخم المتزايد نتيجة رفع الصين القيود المرتبطة بجأة كوفيد وانتهاش قطاع الطيران لكنه أشار إلى أن زيادة المعروض من روسيا سيعود ذلك الزخم وأكد البنكو أن الاستهلاك العالمي للنفط منها المتوقع أن يرتفع حوالي 1.9 من 10 مليون برميل يوميا مقارنة مع توقعاته السابقة بأن يبلغ النمو 1.4 من 10 مليون برميل يوميا فتحة الأسهم الأوروبية منخفضة متأثرة بهبوط أسهم شركات التعديل بسبب نزول أسعار المعادن كما أثارت بيانات اقتصادية قوية المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول هذا وتراجع المؤشر ستوكسا 600 أوروبية بنسبة 4 من 10 بالمئة كما يترقب المستثمرون أحداث اجتماع لمجلس الاحتياطية للتحدي المقرر في وقت لاحق أغلق المؤشر نيك الياباني عند أدنى مستوياته متأثرا بموجة بيع واسعة وسط توترات سياسية عالمية ومخاوف بأن يودي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى طباط الاقتصاد العالمية هذا وخسر المؤشر نيكي 1.34 من مئة بالمئة ليغلق عند مستوى 27104 نقطة وسجلا أكبر تراجع يومي له منذ التاسع عشر من شهر يناير الماضي أكدت وكالة الأنباء العرقية أن البنك المركزي العرقية يعتزم تنظيم تمويل تجارة الخارجية من الصير مباشرة بعملة اليوان الصينية في خطوة هي الأولى من نوعها وذلك ضمن حزم التدبير تهدف إلى تيسير الوصول إلى العملات الأجنبية وأضافت الوكالة أن البنك المركزي العرقية شرع في تخذ تدبيرا عاجلة من شأنها تعويض نقص الدولار في السوق المحلية الأمر الذي دفع مجلس الوزراء العرقية إلى الموافقة على إعادة تقييم الدينار العرقية مقابل الدولار الشهر الجاري انتهت جولتنا الاقتصادية وألعود عليكم مرة أخرى إلهام وإيمان شكرا لك مرنى على هذا العرق